السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وهذا الحلقة ادي اخواني خاصة بالجورني كيبيك خاصة بالموقع ديل جورني كيبيك اللي زادوا فيها واحد الميزة جديدة في الموقع وخاصكم اخواني ضروري انكم تقدوا هاد الميزة هدي في اقرب بوقتها في البروفيل دي لكم اه واللي هي غادي تزيد من الحضود القبول في الملتقى اللي غا يكون في مدينة ارباط نهار ستة واشرين اسبع واشرين شرع شرع الفيون وعشرين وفي الحلقة السابقة وريدكم كيفاش تفادوا الرفض الاطماتيكي يعني الرسالة اللي كتجيكم لوقتها فاشا انكم تسجلتو كتجيكم واحد الرسالة دي الرفض اذا في هاد المشكلة ده راحنا اه لقينا لي الحل وحطيت الفيديو دي الشرح هاد المشكلة هاد الناس اللي غادي تلقا في اول تعليق اذا في هذه الحلقة هكذا غادي نبرتاجه معكم تحديت جديد في البروفيل ديالنا وبالضبط في المكان اللي احنا احطينا فيه cv attacks ou utv内 dizrust ديالنا والوتائق ديالنا. اذا هاد البلاصة هذه هنا فين غادي ندريه اا او غادي لاتغيير وثقيل لو لا يزاجور وتم غادي تغيير هذا لانه تغيير ضروري. وخصصكم Hope Nothing. درو هذه الخطوات الذي سوف نشارك معكم في هذا الفيديو. في العادة سوف ندخل مباشرة من المعلومات في هذه المواقع. نضغط على ايميل ونضغط على سو كونكتي. ونضغط على مباشرة البروفيل دو كمبيتنس. بعد ذلك سوف نضغط على مباشرة الدوكومنت. وفي هذه البلاسة سوف نلقى واحدة الرسالة التي تقول في إدانتيفة الدوكومنت يرجى تحديد نوع المستند باستخدام القائمة للملفات المرفقة أدنى. إذن هنا هنا ديجا انا حطيت ديبلوم ديالي ودجا حطيت جوجد الواتيق. إذن هنا حطيت جوجد الواتيق. إذن الواتيق سوف نضغط على كل الواتيق بتيب دياله. إذن من قبل كان هناك تحط غير الواتيق وكتدير اونجستخي. وكتم طريقة عادية. يعني كتبط وكتدير اونجستخي. وكتدوز المرحلة ديال. إذن هنا. آآ غادي تجي وغادي تلقى هذه الكتبها هذه. سيت انفورمسيون. سيت انفورمسيون. سيت انفورمسيون. إذن هنا كيقولك بأن هذا الواتيقال ما بينه. وش هي سيفي. وش هي موتيفاسيون. وش هي ديبلوم. وش هي آآ يعني اش من نوع ديال الواتيق. مثلا على سبيل المثال. إذن هنا غادي تجيل لهذا المكان. مثلا أنا حطيت ديبلوم ديالي. يعني ديال تخصص ديالي. غادي نجيل هذه البلاسة هادي. هذا هو التغيير لخصصكم تديره. إذن سيتجون مباشرة هنا. وغادي تكليكوا في هذه البلاسة هادي. وغادي تديره مودي في. إذن بالطريقة هيك. هذا ديبلوم. إذن هذا ديبلوم. كيف تشوف هذا ديبلوم. هل نجيشون لهنا تيب ديب دو كيمون. يعني النوع ديال الدكيمون. إذن غادي نضغط لها انجبه. إذن كيف تشوفو التيب دو كيمون هاو التبدال. يعني أقول له اسم دو كيمون. إذن هو آآ واتقة دو كيمون. وهذا ديكم عمل. يحسن أنكم كل واتقة ديروا لها الاسم ديالها الديروا لها الاسم ديالها. الاسم ديالها. هذه دو كيمون. اللي هو ديبلوم. واتق chains d. فإن انا هنا كجدلك في geom BREAK حتى نفسه للعصhealthy أحمن المقابل سنذهب إلى الاستندقى واندغط على هذا الرسالة فإنناقooo ونضغط على هذا الرسالة وضغط على هذا الرسالة ثم نضافه ثم استخدمه و análحة هذا هو carcお願いします ستبدأ هذا الرسالة ثم وكيف ترابق يزال الات و الات سيفي اذا هذا سيفي اذا بالطريقة تساعد هذا الشخص الذي سوف يرى البرفيل سوف يلقى بأن كل دوكيمون يمكن أن نزيد دوكيمون اخر مثلا دوكيمون سيرتيفيكا دوت خفاي اذا هنا نضغط على ونمشي الهنا ونختار ونختار هنا سيرتيفيكا دوت خفاي اذا هذا سيرتيفيكا يعني شهادة اعمل دوبالكليك وماذا سنضغط على دوبالكليك ستبقى هنا هذا هو الاسم الدوكيمون .pdf ولكن لا تنسوا انكم اضعوا التيب وتختاروا سيرتيفيكا بالطريقة هذه ونضغط على انجسر اذا كيف ترى هذا سيرتيفيكا السيرتيفيكا دوت خفاي اللي هي التب ديلها سيرتيفيكا عندكم لا تستخدم سيرتيفيكا كتبيروا له هذا عندكم مثلا دوكيمون في تخصص هذا كتبيروا له كتبيروا له سيرتيفيكا على سبيل المثال هنا سيرتيفيكا مثلا سيرتيفيكا مثلا اي حاجة من الوثائق على سبيل المثال سيرتيفيكا ونضغط على اطغط على اطغط على اطغط على اطغط على وثيقة خاصة على سبيل المثال بانك اطغط على اطغط على اطغط على انتظروا بلغط على حين اطلع وعندك حضور انتظروا شخص اللي والدوكيمون مع هم سيفي انظروا في البروكيمون في كيف ترون البرفيل الذي موجود فيه وثائق جوج 3 أو 4 أو ثائق إذا كل شيء سأذكره هنا سأذكره في السيفي هنا السيفي الذي أذكرت هذه المعلومات هذه الشخص الذي سيدخل سيقلب هذا ويشاهدهم سيقوم بإمكانهم ويقوم بإمكانهم الوثائق لديهم مكاشيين من هذه الشركة التي تتعرض فيها هذه الخدمة أو تتعرض فيها دستاج إذا هذا الشيء الذي كان بالنسبة للتحديد الذي تتعرض في هذا الموقع جورني كيبيك إذا الشخص لكم ضروري أنكم تفعلوا هذه الموديفكاشون هذا بالنسبة للناس الذين تتسجلون أو تسجلون ويقوموا بإمكانهم أرجعوا لهذا المكان سيروا البروفيل لكم ودخلوا لهذا البروفيل دخلوا البروفيل دو كمبيتنس وسيروا مباشرة لهذا الاختيار الأخير يعني دوكيمون أتليفيرسي بالطريقة هذه ستجدوا هذه المعلومات وسيروا موديفير مثلاً في الدبلوم يقوموا موديفير بالطريقة واختاروا دبلوم ودروا انجتري إذاً هذه المعلومات كلها درواها بطريقة هذه دروا موديفكاشون لهذه المعلومات كلهم إذاً هنا في هذه المرحلة الخاصة بالليتخدمو موديفاشون يعني دارولي أنكم تضعوا هذه ما تشكل هذا ومن بعد الضغط على انجستر وانتو ما درتوا هذه الخطوة التي ستساعدكم لكي يكون الضوصي ديلكم كامل ومكمول يعني اي تحديد دار اي تحديد تحط في هذا الموقع يجب عليكم تتبعوه لكي يتعرفوا انكم جديد في هذه المسألة اذا انا اشتركوا بالنسبة لهذه المرحلة اذا كان واحد الرسالة اخرى تتبعو هنا تجدون اغلبية الشباب يساولون على هذه الرسالة ما هي هذه الرسالة خاصة بالنسبة لهذه المغرب اشتركوا لكم هنا يجب عليكم انكم تربحا في تحدثوا في احد عام ١٠٢٠٠ يجب عليكم الساعة الثانية عشر وخمسين دقيقة هذه اخر اجل لكم تتبعو هذا العروض هذا. اذا هذه هي هذه الرسالة هذه اللي محطوطة لكم هنا يا يعني اشحام واحد كي يقول لك اشن هذه الرسالة هذه? علمش هي محطوطة? واشن هو الدلالة ديالها? اذا هذه خاصة بالناس اللي هما في المغرب. الناس اللي هما في المغرب. عندهم اخر اجل اللي غادي تسجلوا فيه هو واحد شرع عشرة. واحد شرع عشرة. مع اتناش ديليل. اتناش وتسعة وخمسين ديليل. هذا هو اخر اجل باش انكم تبستلوا لهذا العروض. ركين بزاف ديال العروض اخواني شوفوا بزاف دي العروض كان هنا راتزادوا واحد العادة الكبير ديال العروض وديال تخصصات. حاولو انكم تبستلوا للعروض اللي هما خاصين اه بالتخصص ديالكم. وحاولو انكم تشوفوا الفيديو اللي اللي تقبل اللي هو خاص بكيفاش كتحطوا المعلومات اللي هي خاصة بكل اه بكلها بروفيل. إذن باش أنكم تتقبلوا في هذا العمل هذا ولا في هذا الملتقل اللي غد يكون نهار 26-27 الشرصة في مدينة الرباد وكانت تتمنى لكم إخواني التوفيق لا تنسوا تفرزيلا لايك وتشتركوا في القناة وتشعلوا زر جرس باش توصلوا بكل جديد دفعوا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة